والحقيقة أنا عايزة أبدأ من تفاصيل مشاركة السيد الرئيس السيسي في قمة منتدى الألية الأفريقية لمراجعة النظراء بأديسة بابا من خلال كلمته والحقيقة أنا توقف عند جزء من اللي قاله السيد الرئيس لما قال إن الألية الأفريقية لمراجعة النظراء تأسست على إرادة أفريقية خالصة ولا تخضع لتدخلات من داخل أو خارج القارة الأول الشح لنا يعني إيه هي قمة منتدى الألية الأفريقية لمراجعة النظراء إيه هي يعني إيه هو الهدف من القمة دي وإيه اللي بيقصده الرئيس بهذا التصريح أولا هي الألية مراجعة النزراء دي تحت منظلة الاتحاد الأفريقي عندما تحدثنا في قمة ديربن في عام 2003 تناولنا أن احنا ننشئ ألية زي ديت الألية ديت هي عملية تقييم لكل دولة كل دولة هي اللي تعمل التقييم بنفسها من خلال معايير معينة في لجنة للألية ديت بتدي معايير لكل دولة والدولة بتملى هذه البيانات وبتجاوب على الحاجات بتاعتها ونبتدي في الآخر نقيم إيه حجم المشاكل سواء مشاكل متعلقة بالحوكمة مشاكل متعلقة بالإدارة في السياسة وغيرها مصر انضمت لهذه الألية في 2004 في مارس 2004 تحديدا وجه وفود كثيرة من هذه الألية لجان جات زارة مصر ومصر مرحبة ومصر بطرقص برضو هذه القمة القمة تبدأ بكرة قمة الأفريقية تبدأ بكرة ولكن على هامش القمة النهاردة كان فيه قمتين مصغرتين واحدة خاصة بالآلية والتانية خاصة بمجلس السلم والأمن الأفريقي الآلية ساتل الرئيس دعا بقية الدول أنها تنضم لأن في دول رفض الانضمام لهذه الآلية باعتبارها أنها تنظر إليها على أنها تدخل في الشأن الداخلي أو أنها تتحدث عن مشاكلها خاصة المتعلقة بحقوق الإنسان أو المتعلقة بالحوكمة وما شابه هذا في كلمة مجلس السلم والأمن ساتل الرئيس تطرق إلى مشكلة ليبيا وتناول الأجندة المصرية التي تم وضعها من خلال مؤتمر بلين والمشاركة المصرية الفعالة التي تمت بخلال الأزمة الليبية وعمل مقربة ما بينها وما بين دول الساحل الخامسة خاصة أن في حدود مشتركة كثير لليبيا مع الجنوب سواء التشاد أو النيجر إحنا هنروح لليبيا طبعاً وهنروح للسلم والأمن ولكن وإحنا لسه موجودين في الجزائر الخاصة منتدى الألية الأفريقية ساتل والرئيس كمان طالب بالسرعة في تحقيق أو الاتجاه تجاه أهداف التنمية للقرى الأفريقية 2063 وأهداف التنمية المسادمة 2030 أهمية المطالبة دي إيه في رأيك بص يا فندي الأجندة 2030 أنا برضو عايز أبسط الموضوع للسادة المشاهدين الأجندة قرى الأفريقية 2063 إحنا في 2013 طبعاً عارفين أن منظمة الوحدة الأفريقية تم إنشاءها سنة 63 بعد 50 سنة أثناء احتفال الاتحاد الأفريقي بمرور 50 سنة على تأسيسه يعني 2013 الدول الأفريقية كان عندها تطلع إن يحصل عملية تطوير للاتحاد الأفريقي وإنها تطور من شعوبها ويعيش حيارة فهي أكثر من اللي هو عايشها وبدأوا يضعوا خطة لمدة 50 عام أخرى من 2013 و50 عام يبقى 2063 وسمناها أجندة القرى 2063 فيها ملفات كثيرة جداً منها ما هو الشق السياسي اهتمت به واهتمت إن يبقى فيه كلمة إفريقية واحدة كلمه على أهمية التشاور فيما بينهم بحيث إن يبقى فيه رأي إفريقي موحد حتى مشاكل الصراعات ومشاكل النزاعات تحل بطرق إفريقية إفريقية وهكذا كان فيه تعزيز للموقف السياسي أيضاً تحدثوا عن موقف اقتصادي وهو عملية التكامل الإقليمي الأجندة دية يعني الخمسين سنة اللي هو من من منظمة التحاد الأفريقية في 2013 كان هناك العديد من المبادرات لم تنفذ زي مثلاً معهدة أبوجة أو ليجوس كلها مبادرات رائعة وجميلة وفيها أمال للشعوب ولكن مع الإمكانيات والقدرات المتوضعة لم تتحقق أي شيء من هذه الفعليات وبالتالي في أجندة 2063 كان فيها جزء من الواقعية تبقى للإمكانيات المتاحة للقرى الإفريقية وقالوا طب الخمسين سنة القادمين دول احنا نقسمها إلى عشرية كل عشر سنين نبتدي نحط نطبق ونراجع الخطة بتاعت من أهم الأشياء اللي حطوها في العشر سنين الأولين يعني من 2013 ل2023 حطوا المنطقة الحرة منطقة التجارة الحرة والحمد لله خلال رئاستنا الاتحاد الإفريقي دخلت هذه الاتفاقية حيث التنفيذ في 30 مايو في 2019 أثناء انعقاد القمة الاستثنائية في نيامي في النيجر وكمان إسكاة صوت البنادي يعني في مبادرة خاصة بإسكاة صوت المبادئ المفروض أنها تتنفذ عشرين عشرين وفيه كمان عملية الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي ما بين الكينات الاقتصادية كلها بحيث كلها تبقى تابعة للقرة الإفريقية لتحقيق التنمية خلال الفترة القادمة